الخبر اول اللي عادنا عن برهم المعراوي يا حبايب والصدمة اللي كنا شفناها انه تم تهكير قناته على اليوتيوب هكرا اجنبية يا حبايب يدخل على قناته ويفتح بها بث مباشر مثل ما شايفين وتم تهكير قناته وبرهم المعراوي نزل على حسبها بالإنستجرام هذا اللي سوري كاتب عليه قناتي تهكرت وقلب مكسور ووضحنا وفعليا حزين وبعد نزل هذا اللي سوري يا حبايب لحسب ما قال انه هو مصورة من الصبح يعني القناته متهكرة من الصبح ولكن الان يلا تغير الصورة مالته والاسم مالته فتح البث وحسب ما قال انه هو هذا اليوم هو اسوأ يوم يمر عليه وقناته متغير اللي بصور مالتها اوكي اه هذا اتعس يوم بحياتي بشكل لا يصدق في الصبح بجي بفتح قناتي بلا ايه مهكرة ومغير كلمة سور من عشر ساعات لاغلب حلين دي يسأل هل بقناة برهم المراوي رح ترجع او لا اطمنوا يا حبايب لا تخافوا المفروض ان اليوتيوب هو شرك كلش موثوقة وتقدر من ترجع لاذا هو تواصل وياها فكل معلن يا حبايب ندع ان ان شاء الله يا رح ترجع قناتي باسرع وقت وان شاء الله ما يصر اي ضرر وبلا اكيد يا حبايب ان هذا مضوء مقلب لان هيش شغلة مستحيل واحد انه يقدر يمزح بيها بالضافة يا حبايب اكو شغلة كوش مهمة حابي نواح عليها انو اذا الهاكر فتح بث مباشر لسوه لابلاغات وانو تلغون الاشتراك لان هذا الشي رح يضر برهم المراوي ان شاء الله اذا رجعت قناتي اذا لغيتوا الاشتراكي هذا الشي حضره واذا سويتوا ابلاغ هذي شيهم رح يضر القناة فمجرد كل ما علينا ان انتظر ان شاء الله برهم المراوي رجع القناة وبس الله حبايب لانها وصلت للمقطع للاسف هذا الخبر كلش حزين وبس جانا كفيت زي مقابلت منك القصص احبكم وان شاء الله يا رب ترجع قناة برهم مع السلامة